في دوهوك الآن زميل بيوار داخاز يطلعنا على الحركة السياحية هناك مع بعض الإجراءات والنشاطات التي اتخذتها الدائرة هناك دائرة السياحة خلال أيام عيد الفطر نعم بيوار نعم تحية طيبة بالتأكيد مع اقتراب عيد الفطر وأيضا مناسبات أخرى تزداد الحركة السياحية في محافظة دوهوك هذه المحافظة التي تتمتع وتمتاز بمقاومات سياحية عديدة فالمديرية العامة للسياحة في المحافظة وضعت خطة لهذه المناسبة ولعيد الفطر أنا أنتقل مباشرة لضيفي الدكتور خيري علي أسو المدير العام لدائرة السياحة في محافظة دوهوك دكتور يعني بداية كل عام وأنتم بخير أيضا يوم غد هو عيد رأس السنة اليزيدية شارشان بيوصور وأيضا بعد غد أو ربما بعد يومين عيد الفطر ما هي الخطة التي وضعتموها لاستقبال السياح خلال هذا العيد شكرا جزيلا كل عام وكردستان بألف خير سواء كان اليزيدين أو الإخوان المسلمين أو المسيحين العيد الأعياد كلها تلاقت يكيد إحنا كمديري عامة وضعنا خطة لعيد الفطر المبارك فمثلا إحنا عدنا تنسيق مع كل جهات الحكومية في مدينة دوهوك وأيضا رح نوزع البروشورات أو الدليل على السياحة تعرفون المناطق السياحة الموجودة في محافظة دوهوك وأيضا تم تشكيل مجموعة من الليجان سواء داخل مدينة دوهوك أو في العمادية أو في عقرة أو الشيخان وهذه الليجان أكيد ستزور الاستقبال السياح في السيطرات وأيضا لزيارة الأماكن السياحية لغرض التأكد من أن العمل المطلوع يعني الكواليتي أو النوعية في أعلى مستواها وأما بخصوص عدد السياحة الوافدين إلى محافظة دوهوك خلال ثلاثة أشهر الماضية شهر واحد واثنين وثلاثة تقريبا وصل إلى ستمائة ألف نتوقع خلال أيام العيد أو خلال أشرة أيام المقبلة أن يصل عدد السياحة إلى خمسين ألف تقريبا وبخصوص الأضرر التي ألحقت بالأماكن السياحية طبعا هو سوى في الشيخان طبعا هي أقل أو في عقرة والعمادية طبعا ضرر كبير ونتمنى أن سيد المحافظ والحكومة الأقليمة أن تقوم بدعم هذه الجهات السياحية لتهيئتها لاستقبال السياح رغم ذلك أن سيد المحافظ قام بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بهذه المناطق نعم دكتور يعني هذه الأضرار بالتأكيد هي جراء السيول الأخيرة التي تسببتها موجة الأمطار في المحافظة لكن أغلب هذه الأضرار هل هي كانت مقتصرة على الأماكن البعيدة أو عن ما من مركز المدينة أم هذه الأضرار كانت حتى في أماكن أخرى داخل مدينة الدهوك سجلت هناك أضرار للمناطق السياحية؟ لا ماكو داخل مدينة الدهوك ولكن في عقرة مثلا هي كان داخل مدينة سيبا منطقة سيبا ضررت بشكل كبير في العمادية حقيقة هي بعيدة عن المركز المدينة فوحيد لسيبا عقرة كانت تحت هذا الضغط وإن شاء الله أضرار مادية يعني ليست هناك أضرار أخرى أنها فقط أضرار مادية والحمد لله دائرة السياحة هل هناك برنامج خاص يتعلق بتعويض المتضررين أو تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية في محافظة الدهوك أو حتى مع وزارة البلديات والسياحة في قليم كردستان لمعالجة هذا الأمر لا أكيد ليس لنا أي برنامج ليس لنا إمكانات مادية ذاك المستوى ولكن السيدة المحافظ أمر بتشكيل لجنة لتقدير الخصائر المادية التي لحقت بتلك المناطق ونشوف نتيجتها وين رح توصل وإن شاء الله يتم تعويض هؤلاء نتمنى وندعو الحكومة إلى دعم هؤلاء الأشخاص أو دعم جهات سياحية الدكتور خيري علي وسوء المدير العام لدائرات السياحة في دورتشوركمان جزيلا بالتأكيد زملائي يعني مثل ما ذكرت خطة المديرية العامة للسياحة في دهوت لعيد الفطر وكذلك عدد السياحة الذين تجاوزوا النصف مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعني نسبة لا بأس بها في محافظة دهوت لثلاثة أشهر وبالتأكيد يعني هناك خطط سياحية لتطوير الواقع السياحي في محافظة دهوت واستقطاب أكبر عدد ممكن للسياح في محافظة دهوت نعم شكرا بواردة خاص كنت معنا من دهوت